احتفلت مؤسسة صناع الحياة مصر بمرور عام على افتتاح وتشغيل مركز الغسيل الكلوي بقرية المقاطعة بمركز السنبلوين محافظة الدقالية يأتي ذلك تحت مضلة التحالف الوطنية حيث حقق مركز الغسيل الكلوي خلال العام العديد من الانجازات منها عمل ما يقترب من 2200 جلسة غسيل الكلوي حتى يناير 2024 فضلا عن استقبال 30 مريضا دائما تحت مضلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي احتفلت مؤسسة صناع الحياة مصر بمرور عام على افتتاح وتشغيل مركز الغسيل الكلوي بقرية المقاطعة بمركز السنبلوين بمحافظة الدقالية احنا النهاردة جايين بمرور سنة بنقول للجهاز الطبي والجهاز الإداري بتاع الفقرية بتاعنا الخاص بمركز الكلة في المقاطعة بنقول لهم شكرا على اللي انتو عملتوه وعلى المجهود الكبير اللي انتو بزلتوه النهاردة احنا بنحتفل بمرور عام على مركز الغسيل الكلوي ويمكن المركز ده احنا بأننا مثلا حوالي 3 سنين بنسعى جاهدا انه هو يقوم المركز والنهاردة احتفلنا الحمد لله بمرور عام ونهو قدم لعدد كبير من المستفيدين خدمات خاصة بالغسيل الكلوي كمان قمنا مجموعة من الانشاطة متوزمنا مع مركز الغسيل الكلوي عملنا توعية لخمسة وعشرين الف مستفيد تحت عنوان اهمية شرب الماء وازاي الناس تحافظ على الكلة مركز الغسيل الكلوي حقق خلال العام العديد من الانجازات منها عمل ما يقرب من الفين ومائتي جلسة غسيل الكلوي حتى يناير عام الفين اربعة وعشرين فضلا عن استقبال ثلاثين مريضا دائما المركز انتهى كذلك من مراحل التكويد الرسمي بالمجالس الطبية المتخصصة في اغسطس من العام الماضي بالاضافة الى نجاحه عمل عدد كبير من قرارات المرضى للعلاج على نفقة الدولة واعتماد صرف المبالغ المستحقة لهم قدرنا نستقبل على مدار سنة ثلاثين مريض وبنقدم لهم جلسات الغسيل الكلوي قدرنا نعمل الفين ومائتين جلسة غسيل الكلوي احنا السنة جاية ان شاء الله نطمح ان احنا نعمل توسعات كبيرة في المركز ويبقى عندنا اكتر من عشرين مكانة احنا عندنا دلوقتي تمن مكينات شغالين بالفول كباسي بتاعتهم بنقدر نستقبل المرضى وكل التمويل اللي حاصل للمركز من المؤسسة صنوعة الحياة اللي بتدعم المرضى وبتدعم كل العاملين في المركز بشكل كبير جد الحمد لله يعني قدرنا خلال الفترة دي قدرنا ان احنا نلاقي عيانين كتير جدا من المؤاطعة من السنبلوين من تمال امديد من كذا منطقة حوالينا المكان فعلا قدر يخدمهم وفرق معهم على لسان العيانين نفسهم ان هم كانوا بيصيروا في اماكن تانية بس كفاية الغسيل والتحديل اللي بتتعمل والجوضة الطبية سواء من فريق الطبي من فريق التمريد من العمال من الفريق الاداري فرق مع العيانين خلال السنة دي وده اللي خلنا نوصل من ست عيانين لثلاثين عيان وتعد ثمرة جهود المركز هذا العام حصوله على تقييم اي بلس من مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الضقاهلية هذا ويسعى مركز الغسيل الكلوي بقرية المقاطعة بمركز السنبلوين خلال العام الجديد بالحفاظ على دوره في رعاية واستقبال مرضى الغسيل الكلوي من اهالي القرية بجانب العمل على توسيع وحدة الغسيل الكلوي لتصل الى عشرين وحدة اشتركوا في القناة